قصة الجارين كان يا مكان يا سادة يا كرام وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه راجل حكيم اشترى بيت ببستان ضخم وجميل وكان جنب جار حسود كان ساكن في بيت قديم وكان غيران جدا من حكيم وكان دايما بيحاول أن يأذيه ويعمل أفعال سيئة جدا وفي يوم من الأيام كان صاحي الحكيم وهو في مزاج جيد جدا وبص من بلاكونته لقى دلو مليان قمامة قضف الحكيم من بلاكونة وأخذ الدلو في إيده وراح لصاحبنا الحكيم وقعد يخبط على الباب والحسود افتكر أنه جاي عشان يتخانق معاه على أساس أنه حيردله دلو القمامة ويقوله ده الدلو ده مش بتاعت وينزل الجري يفتح الباب عشان يتخانق مع الحكيم وتفاجئ لما فتح الباب بدلو مليان تفاح ومش مليان قمامة زي ما هو عمل ورد صاحبنا الحكيم وقاله من عنده فضل من شيء شاركه مع الآخرين اتكسف الرجل الحسود من نفسه جداً وخجل من مقولة الرجل الحكيم لأنها بتدل على أن إلقاء القمامة على بيت الآخرين تدل على فايدها عنده وأن ليس ما يقدم القمامة مثل ما يقدم التفاح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائق قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كإنه ولي حميل